الشعر الكرلي الشعر المجعد الشعر المكسر الشعر الهيش الشعر الناشف كل دي حاجات بتضايق سواء السيدة المتزوجة البنات في الجامعة البنات الصغيرين الأمهات لما بيجوا يصرحوا لأطفالهم طبعا بيبقى الموضوع صعب جدا وأنا كمان كست أو أم زي زيكم بالظبط بعيني في الموضوع ده مع بنتي لأن شعرها كرلي وناعم في نفس الوقت فطبعا بيبقى فيه صعوبة في التسريح أو في التعامل معاه أنا عايزاه كرلي وفي نفس الوقت بيش عايزاه هايش وفي نفس الوقت عايزاه لما أجي أصرح لها ما يتعب هايش وطبعا بما أننا كل سنة ونطيبين دخلنا خلاص في فصل الصيف وكمان المصايف والبلاج والبسين وطبعا ده كله بيأثر على الشعر درجة الحرارة العالية والرطوبة وحمام السباحة عشان بيبقى فيه كلور البحر عشان بيبقى فيه نسبة أملاح عالية جدا ده كله بيبقى بيخلي الشعر الكرلي المجعد الهايش صعب يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة إيه ومعينا مكونات إيه معينا مكونات النهاردة سهلة بس إن شاء الله سواء حطتولي لايك أو ما حطتوليش لايك أنا هقول لكم على وصفتنا النهاردة يلا بينا أول مكون معي في وصفتي النهاردة وهي زبدة الشية زبدة الشية هي أصلا اللي بيستخدموها أكتر ناس الأفرقة لإن عندهم الشمس حارقة جدا للجلد فبتعمل لهم ترتيب عالي جدا فمش أي شعر أو مش أي بشرة بتستخدم زبدة الشية لإن هي معمولة من مقونات تقيلة جدا على البشرة يعني ممكن تضر أكتر ما تفيد ده بالنسبة لزبدة الشية تاني مكون معايا وهو زيت القرنفل وطبعا معروفة خصائص القرنفل إن هو مضادة حيوي بيساعد في تنشيط البصيلات عشان خاطر لو الشهر خفيف طبعا الشعر الكرلي لما بنيجي نصرحه ياريت ما نصرحوش بعنف لإنه بيتقطع وبعد كده مع الوقت لو بنت سويرة بتكبر بتلاقي الشعر فضة من قدام فياريت يكون التعامل معي بحرص شديد جدا وبالراحة ودي النهاردة نصيحتي لكم في الفيديو عشان ما نعنيش بعد كده في تساقط أو صلع أمامي أمامي نتيجة شدة الشعر للأمامي وتاني مكون معايا هو زيت جسد الهند لإنه خفيفة على الشعرية بما إنني حطيت زبدة سوري الشية فمحتاجة بقى أحط حاجات بعد كده خفيفة هنا لقيت إن أنا محتاجة أحط معلقة كمان حطيت معلقة صغيرة وهبتدي أمزج كل المكونات دي مع بعض كويس جدا طبعا أبتدي أمزجهم كويس جدا وأقل بالمكونات جدا وبعد كده طبعا هناخدهم على حمام مائي وكمان هحط معايا معلقتين أو معلقة من الجليسرين على حسب الكمية اللي إنتوا هتعملوا والمكون الأخير معايا وهو شمع العسل شايفين أنا معايا مربع قد إيه هاخد منه حطة صغيرة جدا لإن أنا عايزة الكريم بتاعي دو يبقى زي البالم كده عارفين البالمرز طبعا هو غالي جدا لكن إحنا بنعمله بكونات بسيطة جدا فيه كمان معلومة حابة أقولها لكم زبدة الشية ما نحطش منها كميات كتيرة لإنها زي ما قلت لكم فيها ترتيب عالي جدا فبالتالي لو حطيت منها كميات كبيرة جدا وما حطهاش على فروة الراس عشان ما أفلش فروة الراس وهنا كمان قلت أزود القيمة الفعالة بتاعة البالم بتاعي وحطت له كمان معلقة من الفازلين عشان يبقى طري كده زي مش الكريم زي البالم كده خفيفة على الشعراية في نفس الوقت يحفظ لي على شكل الشعراية الكيرلي بس ما يخليها كيرلي زي ما هي هناخد الحاجات دي بقى في حمام مائي وكده بصوا بعد ما دودتها وهنا بقى في الخطوة دي بصوا هو سخن لو أنا سبته من غير تقليب هيجمد هيجمد وهيبقى زيه زي شكل الكريم فكل مثلا دقيقتين تلاتة هقلب فيه كويس جدا البالم دوت خفيف جدا على الشعر أنا حط فيه زيود مزيج من زيود الخفيفة مع زبنة الشية مع الكليسرين يعني ترتيب عالي جدا للشعراية وكمان زبنة الشية هتخلي النفشة اللي في الشعر لان هي أصلا معمولة الأفارقة فعملينها عشان الشعر الكيرلي الناشف طبعا بناخد بنا في المرحلة ديت بيبقى البيكر بتاعي أو الطبق أو اللي انتو حطينه بيبقى درجة الحرارة بتاعته سخنة جدا وأنا هنا بستخدم برضو علب معدن عشان تحافظ على الكريم بتاعي أو البالم بتاعي فطبعا مبني المسهاش خالص بتبقى سخنة جدا أنا من على بعض دي أنا بجيب العصيان اللي هي بتاعت الالتهابات دي أنا دايما بفضل أقلب بي كده كل شوية عشان أخفف من درجة الحرارة بتاعتي كل عشر دقايق كده لاني أنا مش عايزا يجمد ويبقى صلب بصوا هفضل كل عشر دقايق كده أفضل أقلب فيه باستمرار عشان يبقى معايا كريم بالم خفيف كده ودي أهم خطوة في البالم بتاعي عشان ما بقاش زي الشمع كده متصلب نقلب فيه كويس جدا وده كده بقى الشكل النهائي بتاعي بصوا بعد ما فضلت أستمر في التقليب اداني الشكل ده بصوا خفيف ازاي فطبعا بس طبعا برضو يعني ما بيبقاش نازل ميا لا بيبقى زي سموزي كده خفيف يعني فكده ده شكل البالم بتاعي النهائي مكونات وحلوة جدا للشعر الكيرلي سواء ازا كان زيت الجوز الهند او زبدة الشية الجليسرين الفازلين ترتيب عالي جدا وكمان هيحافظ على شكل شعرك الكيرلي مس مش هيبقى فيه هيشان وانا كده خلصت الفيديو معاكو واشوفكو في فيديو جديد وسلام وليس ختام